شهدت الشيخ أبدور بالسلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار 2024 اطلق برنامج الصفقة لدعم واستثمار الشركات الناشئة الجامعية بهدف تعزيز ما كانت الشارقة كمركز عالمي للابتكار ولفتح أبواب جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية إلى جانب توفير منصة تجمع بين أبرز الشركات الناشئة الطلابية والمستثمرين تم اطلاق برنامج الصفقة وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار نطمح من خلال هذه المبادرة إلى صقل مواهب رواد الأعمال في الجامعات وبراز مواهبهم وعطائهم في مجال ريادة الأعمال وإن شاء الله أن نربطهم مع المستثمرين وأيضا مبادرة تطمح إلى التواصل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي البرنامج الجديد الذي أطلقه المجمع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة واستثمر في الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال شرع يركز على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة حيث أتيحت لهذه الشركات فرصة تقديم مشروعاتها أمام لجنة من المستثمرين الذين قاموا بتقييم جدوى تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق النجاح في السوق حضارنا الحدث هذا الجيد الممتاز الفريد أول مرة في إمارة الشارقة يحط طبعاً الشباب والشابات الجيل الجديد على الدخول في صناعة التجارة واليوم الطرح أمور كثيرة جيدة فرص ممتازة النسخة الأولى من هذا البرنامج عقدت خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار بمشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة ضمن لجنة التقييم وقدمت خلالها مجموعة من الشركات الناشئة الواعدة من الجامعة الأمريكية في الشارقة أمام مجموعة من المستثمرين البارزين وحصل عدد من الشركات على تمويلات استثمارية من برنامج الصفقة مثل أولاد وإشارة وبولبل وغيرها أما عن الشركات التي لم تحصل على تمويل مباشر فقد طلبت اللجنة التحكيمية أن يكون هناك المزيد من المناقشات والتعديلات اللاحقة لتحصل على التمويل وفي نهاية حفل الإطلاق كرمت الشيخ بدور القاسمي لجنة التحكيم والمشاركين في الجلسة التقييمية